منذ عدة سنوات كان بناء الغواصات الحربية مهمة سرية للغاية لكن اليوم أصبح من الممكن الذهاب إلى تلك الأماكن التي يتم فيها صنع الغواصات وذلك ما سنفعله في هذه الحلقة سوف نرى اليوم كيف تعمل واحدة من أشهر الغواصات في التاريخ وهي غواصة السي وولف إنها تحفة فنية تعمل بالطاقة النووية وهي الغواصة الأقوى والأكثر فتكاً في تاريخ الغواصات العسكرية وقد استغرق تطوير هذه الغواصة التي تعرف بأنها الآلة الأكثر تعقيداً على وجه الأرض حوالي عقد من الزمن يحصل كل فرد من طاقم الغواصة على سنوات من التدريب حتى يتمكن من الاتحاق بالفريق حيث يتم اختيار الأفراد الأكثر مهارة للمشاركة في عمليات الاختبار الأولي تلك هي أهم مرحلة في حياة الغواصة الجديدة وفشل الاختبار الأولي قد يعني موت الجميع هناك أمكن قليلة في العالم يتم فيها تصنع الغواصة الحربية النووية وأحدها هو مصنع الغواصة النووية في منطقة كيونسيت بوينت والذي تملكه شركة Electric Boat Corporation وقد سمحت إدارة الشركة بتصوير ما يحدث هناك مرة وحدة فقط في التاريخ وذلك ما سنعرضه لكم اليوم لنطلق شارك ربان الغواصة الشهير جون هولند في تأسيس الشركة عام 1899 وقد كان بناء غواصة السيوال في فصلا جديدا ومثيرا في تاريخ الشركة في الفترة ما بين القرن التاسع عشر وإلى غاية الحرب الباردة كان بناء الغواصة الحربية أمرا يحتاج للكثير من التخطيط كانت ثورة برامج الحاسوب في بدايتها ولذلك فإن العديد من الحسابات كانت تتم بطريقة يدوية كان التصميم يواجه العديد من التحديات لعدم توفر تقنيات المحاكاة والنمزجة ثلاثية الأبعاد ذلك وضع المهندسين أمام ثلاث تحديات رئيسية أولها هو كيفية إنشاء مركبة قادرة على مقاومة ضغط الماء والثاني تمثل في طريقة تركيب الأسلحة المدمرة أما الثالث فتمثل في إخفاء تلك المركبة عن الرادارات بعد الحرب الباردة انخفض احتمال النشو بصراع بين القوى العظمى وتزايد عدد الصراعات الإقليمية الصغيرة وذلك ما زاد حاجة الجيوش إلى غواصة مثل السيوالف قرر المهندسون أن هيكل الغواصة سيتكون من أسطوانات كبيرة يتم تركيبها ببعضها البعض وذلك سيعطيهم الكثير من الميزات وأهمها سهولة الصيانة مختلف أجزاء الغواصة كما أن هذا التصميم سيعطي التقم فرصة للتعامل بشكل أفضل مع التسربات ثقب صغير في الهيكل قد يؤدي إلى كارثة حقيقية ولذلك تملك الشركة مكانا خاصا لمحاكاة هذا النوع من الحوادث حيث يتدرب أفراد التقم على إيقاف التسربات ورفع الغواصة إلى السطح في حالات الطوارئ كانت الغواصة في السابق مراكبا حربية مثلها مثل السفن لكن بعد الحرب العالمية الثانية تطورت الغواصة بظهور مصدر طاقة لا يمكن أن تتم مقارنته بأي مصدر آخر بدأ ذلك على يد أضميرال البحرية الأمريكية هايمان ريكوفر والذي وجد طريقة لاستغلال الطاقة النووية في تشغيل الغواصات الحربية حيث إن بضعة كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب يمكنها أن توفر نفس الطاقة التي توفرها ملايين لترات من الوقود أدرك الأدميرال دريكوفر أن الطاقة النووية ستحول الغواصة إلى سلاح مرعب في السابق كانت الغواصة بحاجة إلى الصعود للسطح بشكل متكرر وذلك ما جعلها عرضة للهجوم أما بعد استعمال الطاقة النووية فقد أصبحت الغواصة قادرة على البقاء في الأعماق لفترات طويلة جدا وقد كانت غواصة السي وولف أول غواصة في العالم تعتمد على الطاقة النووية في عام 1955 تم تجسيد النموذج المقترح من طرف ريكوفر وهي غواصة السي وولف التي أصبحت بعد ذلك سيدة المحيطات في أول رحلة تاريخية لها عبرت الغواصة من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسي مرورا تحت جليد المحيط المتجمد الشمالي استمرت الرحلة لمدة أربعة أيام وفي الفترة ما بين السبع من شهر أغسطس إلى غاية السادس من شهر أكتوبر حطمت الغواصة رقما قياسيا ببقائها مدة ستين يوما تحت الماء صحيح أن الغواصة اليوم تستطيع البقاء لفترة أكثر من ذلك بكثير لكن بقاء الغواصة لمدة ستين يوما تحت الماء كان بمثابة معجزة في ذلك الوقت الحياة على متن غواصة حربية ليست ممتعة يحرص المهندسون على استغلال كل المساحات لزيادة كفاءة الغواصة وبالتالي فإن المساحات المتبقية للأفراد قليلة جدا يتناول 130 رجلا ثلاثة وجبات يوميا بالتناوب في غرفة صغيرة جدا حتى أماكن النوم غير كافية ولذلك يتناوب أفراد الطاقم على النوم أهم ما يميز غواصة السي وولف هو نظام الحاسوب الذي تم تزويدها به إنه حاسوب متصل بشبكة من المستشعرات واللوقت التي لم يتم استعمالها في أي غواصة أخرى في ذلك الوقت كما أن برنامج الاتصال الخاص بالغواصة يتكون من كود برمجي به أكثر من 6 ملايين سطر يمكن لأنظمة الاستشعار أن تستمع لكل الأصوات في أعماق المحيط بما في ذلك أصوات الحيوانات البحرية كما أنها قادرة أيضا على استشعار حركة السفن على السطح من خلال ذبذبات المحركات ورغم كل ذلك فإن مهمة السفر تحت الماء تبقى خطيرة للغاية خاصة حين يتعلق الأمر بالرحلة الأولى للغواصة وذلك يذكرنا ببصمة سوداء في تاريخ الغواصات النووية في عام 1960 كانت غواصة السيوولف قد خضعت للعديد من التجارب بنجاح وقامت نفس الشركة المصنعة بتصنيع غواصة نووية أخرى وهي غواصة USS Tresher وفي شهر أبريل من عام 1963 أبحرت USS Tresher على الساعة السابعة وسبع وأربعين دقيقة مساء على بعد حوالي 300 كم شرق بوستن وقد كان ذلك أول اختبار حقيقي لها على الساعة التسعة و13 دقيقة مساء تلقى مركز المراقبة إشارة تفيد بأن الغواصة تعاني من صعوبة في العودة إلى السطح بعد أربعة دقائق تلقى المركز رسالة مشوشة بها صوت انفجار قوي بعدها اختفت الغواصة التي تحمل على متنها 129 رجلا وفي شهر يونيو من نفس العام تم العثور على حطامها على عمق 2500 متر تحت الماء لم يتأثر أي شخص بذلك الحادث بقدر تأثر الأدميرالد ريكوفر الذي قرر أن يواصل السعي نحو تطوير الغواصة النووية استمر تبحاثه لعدة سنوات وبفضل مجهوداته نجح المهندسون في بناء هياكل أكثر متانة بعد الاعتماد على مواد مختلفة لصناعة الهيكل مما يعطيه مقاومة أكبر للضغط في أعماق المحيطات كما حرص المهندسون أيضا بعد ذلك الحادث على تطوير محركات تصدر ضوضاء أقل وذلك لتقلل فرصة العدو في الكشف عن موقع الغواصة قدرة الغواصة على التخفي ليست بغرض الدفاع فقط بل إنها تعطيها بعض المزايا الهجومية أيضا ولذلك فعل المهندسون كلما بوسعهم لعزل أصوات المحركات على الوسط الخارجي لكن في بعض الأحيان فإن الخطر الذي يهدد الغواصة لا يأتي من الخارج بل من الداخل على عمق مئات الأمطار تحت سطح البحر يمكن أن يندلع حريق داخل الغواصة وذلك واحد من أكبر المخاطر التي يتدرب أفراد التقم على طريقة التعامل معها يجب التخطط لكل شيء مسبقا ولذلك يخضع جميع الأفراد لتدريبات خاصة بالتعامل مع الحرائق داخل الغواصة كما أن المهندسين يضعون هذا الأمر بعين الاعتبار لتوفير مختلف التجهيزات والآليات التي تساعد على إخماد الحريق كما يأخذ المهندسون بعين الاعتبار أيضا الترسانة العسكرية التي تحملها الغواصة وعند الحديث عن غواصة مثل السي وولف فإننا نتحدث عن صواريخ مدمرة بعيدة المدى وهو ما يجعل هذه الغواصة أخطر غواصة في تاريخ الصناعة العسكرية يتكون هيكل الغواصة من مجموعة من الأسطوانة العملاقة التي يتم تثبتها ببعضها البعض ويصل وزن القطعة الوحدة إلى حوالي 1400 طن ذلك دفع الشركة المختصة في تصنع هذا النوع من الغواصات إلى صنع شاحنتين عملاقتين مخصصتين لنقل تلك القطعة من المخزن إلى المصنع وخلال عدة أشهر يتم تركيب تلك القطعة واحدة تلو الأخرى للحصول على الهيكل الكامل لغواصة السي وولف الجدير بالذكر هو أن بداية صناعة الغواصات لا تعود للقرن العشرين بل إن ظهورها يعود إلى عام 1775 حيث فكر المخترع الأيرلندي الشاب ديفيد بوشنيل في تصميم المركبة التي عرفت في ذلك الوقت بإسم السلحفات وهي المركبة التي سعادت الجنود على تركيب العبوات الناسفة تحت السفن الحربية للعدو إنها عبارة عن هيكل بيضوي بطول مترين وعرض متر ونصف ويمكنها الغواص تحت الماء على عمق 6 أمطار لمدة 30 دقيقة تقريبا أما أول غواصة تنجح في دوجه ضربة توربيد إلى سفن العدو فهي الغواصة التي صنعها المخترع هوراس هانلي في القرن التاسع عشر في الغواصة العادية يكون هناك فراغ بين الهيكل الداخلي والخارجي على الجانبين حين يتم ملء ذلك الفراغ بالماء تغوص الغواصة وحين يتم إفراغه تعود إلى السطح مجددا لكن ما يميز غواصة السي وارف هو أن الفراغين لذان يتحكمان في عملية الغطس والطفو موجودان أعلى الغواصة وأسفلها وذلك ما يعطيها قوة دفع أكبر تحتوي الغواصة أيضا على نظام خاص لتزويد الوسط الداخلي بالأكسجين حيث يعمل النظام على تفكيك جزيئات الماء المكونة من ذرتين هيدروجين وذرة أوكسجين وذلك عن طريق قوة كهرومغناطيسية تفك ارتباط الذرات هذا النظام يجعل الغواصة تستغني عن العودة للسطح للتزويد بالأكسجين كما كان النظام الدفع المزدوجي الذي طوره الأيرلندي جون فيليب هولاند عنصرا مهما في تطوير الغواصات حيث صنع هولاند أول غواصة تعمل بهذا النظام في عام 1900 وهي الغواصة التي اعتمدتها القوات البحرية الأمريكية رسميا وتم تصنع 25 نسخة منها لاحقا وهي نفس الغواصة التي استعملتها البحرية عام 1915 لضرب سفينة ألمانية مما أدى لوفاة أكثر من 1200 شخص في غضون 20 دقيقة كانت تلك نقطة تحول كبيرة في تاريخ الغواصات الحربية وبعد ذلك استمر تطوير الغواصات وذلك أدى لظهور غواصة السيوولف النووية المرعبة خضعت الغواصة للعديد من الاختبارات الدفاعية والهجومية كانت القوات البحرية الأمريكية تجاهز الغواصة لتكون سلاحها الأول في حالة قيام أي حرب ثم ينفق ملايين الدولارات على التطوير وأيضا على تدريب طاقم خاص بتشغيل الغواصة وقد شارك أكثر من 100 شخص في رحلتها الأولى وذلك شامل حتى المهندسين الذين أشرفوا على تطوير الغواصة كان العمل مستمرا لـ 24 ساعة في اليوم ولسبعة أيام في الأسبوع ذلك مكن الفريق من إنهاء عملية التركيب في مدة ثلاث سنوات وهي مدة قياسية واليوم أصبح تطوير الغواصة أمرا أسهل بكثير من السابق خاصة مع ظهور تقنيات تصميم ثلاثي الأبعاد وتقنيات المحاكاة التي تسمح للمهندسين بأخذ نظرة عن المظهر الداخلي والخارجي للغواصة والتعرف أكثر على المساحات التي ستكون موجودة داخلها وما إذا كانت مناسبة للبشر من الصعب أن نتخيل المغامرة التي يقوم بها الإنسان عند ركوب الغواصة والانطلاق نحو أعماق المحيطات لابد أن ذلك يحتاج إلى الكثير من الشجاعة والكثير من التدريب والاستعداد البدني والنفسي أيضا إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم